زي ما انتم شايفين الـ Function Programming كنا قسمنا البرنامج لمجموعة من الـ Functions وعملنا لها Calling. طيب ايه بقى فكرة الـ Object and Programming? لا هي فكرة اكبر من كده شوية. بتقول ايه? لا بدل ما تقسم البرنامج لمجموعة functions لا. انت تجمع كل مجموعة functions متشابهة وتحطها بحاجة اسمها class. يبقى احنا عندنا وحدة اكبر من الـ Function اسمها class يا جماعة. طيب لما تيجي تعمل ما ينفعش الـ Calling بالطريقة دي. كل ما تيجي تعمل الـ Function لازم ان تكون تبقى الـ Class اللي هي جوه. يعني بمنطقة البساطة لازم تقول له class one dot function one. اهم حاجة عمليا بعمل class ازاي? زي ما حاجة عارف خلينا نعمل الفايل ونعمل new ونعمل project جديد. ونقول له الـ project دوت zero سبعة زي ما اتعودنا. هنكرت الـ project دوت اهو. هي close الدنيا كلها ويبدأ من جديد. بص هن write click ونقول له عمل لنا class. لما نقول له عمل لنا class مثلا. ونقول له الـ class ده زي ما احنا عاملين اسمه مثلا بوكس. اهو. ادي الـ class ده اسمه box. اوكي? الـ class دوت يا جماعة جواه مكونات زي ما حاجة شايف. بص ده كلام كتير خالص لكن خلينا فقط نقول جواه اي function بس عشان اوريه. خلينا نقول كده هوت ان انا هقول له هنا آآ ان انا هعرف function. الـ function دي اسمه مثلا. طالما عملت دي فيعمل طيب وقل له فعلا جواها وبعدين قل له مثلا. مثلا بوكس. اي انجليش مؤقتا يقول كده. لو عملت طبعا مش اعمل حاجة خالص لانك انشأت بس. عايز استخدم الـ class بقى خد بقى من الـ class ده object زي ما حاك شايف. قل له مثلا بي بتساوي البوكس دوت هاتلي منه نيو. كواس كده اعمل لي منه نسخة نيو. خلاص. كده اصبح بي ده كوبي من مين من البوكس دوت. لما تقول له بي دوت ساي ولكم يبقى انت بتنادي الساي ولكم اللي جوه البي. يوم عامل ايه ايه ما يعمل راني يقول لك ولكم فروم بوكس كلاس. بصنا جماعة نحاول في المسال ده نقارن بالكلام النظري اللي احنا قلناه. زي ما قلت راحتك الـ class اهوت. ده الـ class اللي هو الصورة العامة اللي ما فيهاش بيانات. عملت object 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 خلاص تقدر تكلم الـ object او رجعنا التاني برضو للمثال القديم. عملنا class one وclass two class three كل class جواه. زي هاي? لما تحب تنادي function او لتاخد object. بص بقى ده الجديد اهو لازم تاخد object اهو. تقول له الـ b من نوع new بتاع البوكس. يبقى الـ b ده صورة من صور مين يا جماعة? البوكس. وبعدين نظرا لانه صورة يبقى ايه? تقدر تنادي الـ say welcome. ايه ده اهو انا ممكن اعمل اكتر من صورة? اه طبعا بص اهو. انت ممكن تقول له بي وبي two وبي three وخباحة كل دول. وتقدر بنفس الطريقة تقوم اهيل له بي two dot اهيت ادي say welcome. وتقول له بي three say welcome. طبعا لو عملت run هيعمل تلات مرات هيديك النتائج تلات مرات. طبعا ما فيش فرق لسه ليه? انا بس يا دو بعمل لك نقلة جديدة وهي ان احنا عملنا function هيت جوه الـ class. طبعا ممكن تعمل function واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة اهو. يعني لو جيت هنا وبيعين وبيعين باكر الفانشنز اللي احنا عملناها طبعا خلاص بقى نفس الفكرة اهو لو جيت هنا قلت thanks. هتلاقي say thanks دي بقت مع الـ object. خلينا بقى جماعة نلغي الـ object المختلفة ونتعامل مع object واحد. لو جيت قلت له برضو بي dot say هتلاقي thanks. اهو اهو run اهو. انا عايز حاجة تتضرب على الكلام ده. بص عملت class الـ class دوت في say welcome في say thanks. اخدت object من الـ class عملت calling للميثود اللي اسمها say welcome و say thanks مع البي. دي الفكرة الجديدة ان انا آآ لا نقلة جديدة. ايه ما اصبحتش الفانشنز عندي الوحدة كده. ده اصبحت جوه class والكلاس دوت عشان استعمله وباخد منه object وبقين object وهنادي الفانشن اللي انا عايزة. ده اول training حاجة محتاج تعمله. اعمل امثلة كده زي ما عملنا في functions بيلكوم. يعني شوف عملنا اهو. عملنا class وميثود وobject وكولينج. بص الكلمات دي بقى حاول اعودك عليها. ممكن اعمل كده خمسمائة مليون مرة. اه لو حاولنا نعمل كده على اه مثال تاني يعني ده البوكس مثلا خلينا نقول له new اوروبكلاس ونقول له مثلا.